رندرفورس.com اللي اللي بينا نبدأ يا شباب في أول جزئية في حالة النهاردة وهو إيه اللي حصل من البداية لغية النهاية وإيه النزيف اللي حصل له وهنتطم إن شاء الله عليه. عاوز أقول لك الناس اللي ما عرفوش اللي كان فيه نزال قوي جدا في الـ MMA وللأسف أو قدر الله ما شاء فعل ما تميلش وبالذات في الجولة التانية في الدقيقة أو الثانية 18. كان البطلين أو النزال كان ما بين بطلين بطل فلسطيني بطل بلال محمد صاحب الـ 32 سنة وبطل بريطاني ادواردس صاحب الـ 29 سنة. الناس اللي ما عرفوش الل اللي حصلت إصابة قوية جدا جدا وصلت للناس كان في وقتها افتكروا الحمد لله على كل شيء حصل فقع في عين بلال واللي هو أصاب بالعمى التام. والكلام ده يعني اللي واحد وانا كنت بتفرج كده اول ما النزل خلص. والفيديوهات نزلت بتفرج كده قلت ربنا بجد يسطر وايه النزيف اللي نزل في عينيه ده اللي هنشوفه بقى. عاوز أقول لك البلال في الجولة الاولى يعني خلاص كان خسران بالذات بالذات في الجولة الاولى وكان من الآخر كده والعلم كله بيقول هيخسر النزال وكان هيخسر بطريقة مزلة طبعا مش انا اللي بقول كده دي الاخبار العالمية واللي رافس ويدواردس قال كده في الاخر. ستقول لك اللي هو أخذ برضو الركلة قوية جدا في دماغه آه اتسببت في جزء آه اه نزيف مش نقول نزيف منics هاد هو نزيف بسيط وده اللي بيقولوا عليه اللي هو حصل له ازلال تمام دي الجزائه التانية نبص كده الاول لضربة عاملة ازاي. الصراحة آه الدربات كانت شديدة اول البلال. وكان التفوق تفوق واضح لادواردس. وكان بنسبة كبيرة زي ما انت شايف كده. بنسبة كبيرة كان هو اللي هيكسب النزال. طيب يا شباب. بسبب طبعا طوله وبسبب سرعته وهو سريع وايه اطول منه والكوة بتاعته الصراحة اشد من بلال. وخلينا نكون صراحة مع بعض هو دي الحقيقة. بص بقى الدربة كده. دي الدربة. اللي تسببت في وقف النزال تماما. الناس كلها افتقرت بسبب النزيف ده. اللي هو حصله فقع وما كانش عارف وكان عمال يصرخ وما كانش عارف يفتح حينه. نبص كده في الجزائر الاخيرة بقى اللي هو الحمد لله يعني بعد ما اعلنه اللي خلاص المنافسة انتهت. كان الواحد يعني الحمد الله الحمد لله كان فرحان شوية اللي لا كده ما فيش اصابة كوية جدا ما استدعتش الاسعاف او ما كانش الموضوع وصل للفقع. عاوز اقول لك اللي ادواردس بيقول اللي هو كان في طريقه للفوز ومش محتاج اللي هو يلاعب تاني بلال محمد رغم اللي بلال محمد محتاج اللي هو او عاوز بالفعل يلاعب ادواردس. دي كانت الاخبار وفي الاخر ادواردس في المؤتمر كان حزين جدا وكان على فكرة اه يعني يقول لك كان باين عليه اللي هو يشعر بالاسف وقال انا اسف وكان يتمنى اللي هو يخسر وما يحصلش اللي حصل لبلال محمد وكان مش عارف يقول ايه. ندخل في الجزية المهمة وهو ايه الدموع او ايه النزيف او ايه الدم اللي حصل لبلال ده ده اللي وصل للناس الفكرة اللي عينيت فقعت. طيب نبص كده واحدة واحدة هنلاقي الاصابة الخارجية عن طريق الضربة اللي اخدها بلال حصل قطع بسيط والحمد لله في جفن بلال هو اللي تسبب في التعويرة دي او النزيف. احنا في مصر بنقول تعويرة بس طب ايه بقى اللي هو نزل ده او الدموع اللي نزلت دي بسبب بص بقى كده ده الحمد لله لقطة كده وضحت الامور و اه مش كاملة هقول لك ليه مش كاملة بس وضحت اللي كان مفيش نص صمتي ما بين عين بلال وبين سباع ادواردز زي ما انت شايف كده. اه سباعه تسبب في الجفن ينزل لتحته طبعا زي ما انت شفت كده الاصابة بص بقى الصورة كده تانية. الاصابة خطيرة قوي. طيب يا شباب. هقول لك اللي حصل له بكل سهولة. بص كده. دي. نرجع كده لحسة العلوم بتاع الزمان. هتلاقي الكورنية بتاعت الانسان هي عبارة عن طبقة شفافة كده ودي اكتر المناطق الحساسة في جسم الانسان كله. حصل ايه? بسبب سباع ادواردز دخل او خبط او لامس الكورنية. علشان كده كان بلال بيصرخ وما الدكتور جاله بيقول له انا مش شايف اي حاجة. مش شايف اي حاجة. طيب. دي الكورنية زي ما قلت لك ده الغطاء الشفاف اللي اول حاجة في العين. عاوز اقول لك بالزبط بالزبط عامل زي الغطاء او الازاز بتاع الساعة عشان يحمي الساعة. مش انت ما بيدخل لك كده رملة في عينيك لقدر الله او غبار او حد بيغبطك بيحصل لك اللي انت ما يكونش قادر وبتنزل دموع والكلام ده كله. بيحصل ايه وقتها بيحصل اللي فيه او بيحصل خدش في الخلايا بتاعت القرنية نفسها بتكون قوة الالم بتاعتها على حسب الدربة. علشان كده علشان كده بلال محمد ما كانش قادر وكان بيصرخ انا مش شايف. عشان الدرر كان شديد شوية. طيب يا شباب زي ما قلت لك يا منطقة حساسة جدا في جسم الانسان وايه لا قدر الله ممكن تحصل تآكل في القرنية دي بسبب كوة الدربة يا ربي ما تكونش وصلت لكده. طيب ماذا شفاقها دي بالزبط? بالشفاقها بص كده برضو بشكل اوضح هو ما تضرب الا الاضاءة او الضوء ما قدرش يدخل لعين الانسان بسبب كوة الدربة واللي تسببت في خدوش شديدة شوية في القرنية. علشان كده بلال تلع بنفسه بيقول اللي هو ما فيش ضرر دائم بس فيه ضرر والضرر ده بيقعد من ايام لأسابيع. وان شاء الله ان شاء الله ما يكملش ويكون الموضوع بسيط. بص كده يا شباب من الاخر هو آآ قدر الله ما شاء فعل الاصابة بس ما جاتش في الجفنة او عوارته او نزلت الجفن التحت او خد سباعه نزل به. لا ده لامس الكرنية عشان كده حصل الخدش للخلاية ديت عشان كده ما كانش شايف اي حاجة. بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ده وعاوز اقول لك اللي فيه يعني حوار كبير قوي عشان مش اول مرة بص كده. دي نزالات تانية مش اول مرة يحصل اللي حصل ده مع بلال محمد. واعوز اقول لك اللي فيه مطالبات دلوقت كتيرة اللي الكفازات تتغير علشان المقاتل وهو بيلعب ما بيكونش حاسس بنفسه اللي هو بيفتح ايديه وبسبب زي ما انتو شفتو كده في السور ده هو اللي بيحصل. المقاتل ما بيكونش حاسس بنفسه وعاوزين يمنعه الكلام ده. واحنا عارفين اللعبة الامم اعموما والعالم كله عارف اللي فيها مخاطر كبيرة جدا بس نقل المخاطر فيه في كفازات ما يقدرش يفتح ايديه للاخر زي ما حصل كده زي ما انتو شايف بس كده شوفك على خير يا رب يكون الفيديو عجبك ان شاء الله يكون عجبك ويه بامر اللي نتطمن على بطننا بلال محمد قنوات كمال اجسام تحت شوفك على خير والسلام عليكم راح تراك اتركوا رجالة محترم